نتابع آخر التطورات في غزة ولبنان قالت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وصل للمستشفيات واحد وستين شهيدا ومائتين وواحد وثلاثين مصابا ارتفع عدل الشهداء في غزة إلى اثنين واربعين ألفا ومائة وستة وعشرين شهيدا وثمانية وتسعين ألف مصاب الاحتلال صنف غزة ساحة قتال ثانوية لأول مرة منذ السابع من أكتوبر وأعلن عن مقتل قائد دبابة إسرائيلية ونقل جنوده للمستشفى من داخل قطاع غزة رئيس وزراء إسبانيا قال الحاجة الآن ملحة لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل أما مفوض الأنروة فقال التخلص من الوكالة يكد يكون أحد أهداف الحرب في قطاع غزة لم تتعرض الأنروة منذ إنشائها لمثل هذه الاعتداءات والهجمات كما يحدث الآن في لبنان مسيرات حزب الله اللبناني هاجمت قيادة الدفاع الجوي في منطقة زوفلون في حيفا وتم رصد إطلاق ثلاثين صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في رشقة صاروخية وهناك حرائق أو اندلاع للحرائق في مواقع بالجليل الأعلى إثر إطلاق دفعة صاروخية جديدة من لبنان الأزمة الكبرى الآن والتي تشغل حتى معظم الصحف العالمية هي استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقوات اليونيفل الدولية دعونا نتابع بعض التفاصيل عن هذا الاستهداف الجيش الإسرائيلي يعيد استهداف قوات اليونيفل الدولية والخارجية الروسية قالت نشعر بالغضب من القصف الإسرائيلي لقوات اليونيفل وعلى إسرائيل الكفة عن الأعمال العدائية ضد القوات التابعة للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش قال أندد بإطلاق النار على قوات اليونيفل من قبل الجيش الإسرائيلي أوضحنا لإسرائيل أنه لا يمكن السماح أو التسامح مع هذا الحادث وقال أيضا جوتريش أن استهداف اليونيفل هو انتهاك للقانون الدولي ويجب حماية القوات الدولية من جانبها قالت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تدين الاستهداف المتعمد لقوات الأمم المتحدة في لبنان وأن الهجمات المتكررة على اليونيفل والطلب منها إخلاء مواقعها هي سابقة خطيرة وطالبت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحقيق الفوري في استهداف اليونيفل في النوروج قالت الحكومة النوروجية أنه من الخطير للغاية تعرض اليونيفل لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية أما الحكومة الإسرائيلية فقالت يجب أن يتوقف أي استهداف إسرائيلي لقوات والمنشآت الأممية في لبنان الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ قليل قال طلبت من إسرائيل ألا تستهدف قوات اليونيفل في لبنان أو قوات حفظ السلام في لبنان حزب الله اللبناني نشرت وكالة رويترز تقريرا مطولا عن خياراته في مواجهة إسرائيل قالت الوكالة أن الحزب يستعد لحرب استنزاف طويلة من خلال قيادة عسكرية جديدة وأن حزب الله أنشأ غرفة عمليات جديدة بعد 72 ساعة من اغتيال نصر الله وأن مركز القيادة الجديد ظل يعمل رغم الهجمات الإسرائيلية اللاحقة وأن القيادة الجديدة للحزب تعمل في سرية تامة وتصدر الأوامر وأن مقاتل الحزب يتحركون وفقا للأوامر الصادرة من القيادة الجديدة